موسيقى أورش الفلسفيل الجامعة فلسفة رغم أنفنا الحلقة السامنة العالم غاب متوحيشا حالة الطبيعة بين هوبس وروسو مرحبا بكم على قناة نيفيرساليس للثقافة والفن الدفاع عن مصالحه بأي تكلفة الخضاء لمنافسه وعدم ثقة في أي أحد إلا في نفسه تلك هي الصورة النمطية للإنسان يظهر أن مجتمعاتنا الرأسمالية جعلت من العنف والتنافس بين البشر قاعدة لا يمكن نقرنها أضحى العالم غابة متوحيشة لكي نعيش في هذه الغابة ونضمن بقاءنا علينا أن نكون أقوية وحذيرين في نفس الوقت أصبحنا نشعر بأننا معنيين بالتمكن من عناصر القوة لأن الحياة صراع من أجل البقاء انتقل هذا الإحساس إلى كل التجمعات البشرية المجتمعات والدول أصبحت تخض حروبا لا معنى لها ولكن كيف تبنت البشرية هذا الاعتقاد؟ لماذا أصبحنا نارة طبيعة البشرية شريرة وأنانية؟ هل تستند هذه الأحكام على قراءة دقيقة للواقع؟ أم هي مجرد مؤشر دال على نوع من التشاؤم الأنتروبولوجي؟ إن قضية الطابع الاجتماعي للإنسان كانت محل نقاش تاريه في تاريخ الفلسفة يعتبر البعض أن الإنسان حيوان يتميز بروح إيثارية يميل بطبيعته نحو التعاون والتجمع مع أمثاله بالمقابل يرى آخرون أن الإنسان يراعي مصالحه الشخصية فقط ومن طبيعته السعي إلى التفوق على الآخرين في القرن السابع عشر أرد الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبس عشاء في القرن السابع عشر أن يفسر الأسباب التي دفعت البشر إلى اختيار العيش في مجتمع بدلاً من البقاء في حالتهم الطبيعية والبرية فقدم نظرية فلسفية سماها حالة الطبيعة وهي جزء من فلسفته السياسية التي ضمنها كتابه الشهير ليفياتان الذي نشر عام 1651 ليفياتان هو عمل فلسفي كلاسيكي يعتبر واحد من الأعمال الرئيسية في الفلسفة السياسية والاجتماعية قبل أن نختارب من الكتاب أكثر لا بأس أن نعرف من أين استقى هوبس عنوان كتابه كلمة ليفياتان هي كلمة إنجليزية قديمة أتت من اللغة العبرية وردت في الكتاب المقدس اليهودي العهد القديم ثم العهد الجديد أي المسيحي وهي تحيل على كائن أسطوري تخذا شكل كائن بحري عظيم أو وحش بحري دخم في السياق الفلسفي والسياسي استخدم الفيلسوف توماس هوبس كلمة ليفياتان للدلالة على الحكومة الضخمة والقوية وكان هوبس يستخدم هذا المصطلح لتصويري السلطة السياسية المركزية كسلطة قوية مثل وحش جبار للدلالة على الهيكل الحكومي الذي يفترض أن يوفر نظام لاستقرار في المجتمع ويجنبه الفوضى والصيراء لقد قدم هوبس في هذا الكتاب نظرية حول الحكومة والسلطة السياسية ورؤيته لحالة الطبيعة والحاجة إلى الحكومة لتحقيق النظام لاستقرار ليفياتان يمثل السلطة السياسية التي يعتبرها هوبس ضرورية للسيطرة على الفوضى وضمان استقرار المجتمع إن حالة الطبيعة تعني لدى هوبس حالة البشر في غياب أي حكومة أو سلطة مركزية وهي تمثل حالة من الفوضى والصرع الدائم حيث يكون البشر في حالة التنافس وصرع دائم من أجل البقاء وتحقيق المصالح الشخصية صور هوبس هذه الحالة فقال حينئذ الحياة في حالة الطبيعة هي قصة عن الحرب الشديدة لكل إنسان ضد كل إنسان من أجل الخروج من هذه الحالة أعتبر هوبس أن الناس يتفقون على التخلي عن بعض حقوقهم طبيعية لصالح الحكومة التي تقوم بفرض القانون وتوفير الأمان والنظام لذلك يعتبر أن الحكومة والسلطة السياسية ضرورية لضمان النظام والاستقرار في البلاد اتخذ الأفراد قرار لجوء إلى السلطان أعطوه السلطة مطلقة لضمان أمانهم أي نقلوا سلطاتهم إلى الطرف ثالث وأبرموا عقدا اجتماعيا يتنازلون فيه عن جزء من حريتهم التي كانوا يتوفرون عليها في حالة الطبيعة مقابل السلام المدني تعتبر نظرية حالة الطبيعة عند هوبس إحدى النظرية الاجتماعية والسياسية الهمة التي تصل في الدوء على الحاجة إلى عقد اجتماعي تمنح فيه السلطة إلى الحكومة لتحقيق النظام وتفادي الصراعات الدائمة في المجتمع من المفيد أن نراعي سواء في الحالة الطبيعية أو الحالة الاجتماعية أن البحث على المصلحة هو الذي يوجه سلوك الإنسان لأن وفقا لتفكير هوبس هذا الاختيار لا يحركه دافع طبيعي نحو الحكمة والإحسان بل هو اختيار بشري بوسطة إبرام عقد يحفظ المصالح الشخصية ويحقق نسبة التعايش السلمي ويعد أكثر فعالية للبقاء إن الصورة القاتمة التي لخصها هوبس في عبارته الشهيرة الإنسان ذئب للإنسان حيث ظهر الكائن البشري كائناً عنيفاً وأنانياً في جوهره ذات الإهتمام لا يوسق لا تهمه إلا المصلحة الشخصية همه أن يضمن بقاءه ولو على حساب الآخر هذه الصورة القاتمة أثارت جدلاً فلسفي كثيراً بعد مرور قرن على زمن هوبس حيث قدم الفيلسوف جونزا كروسو الذي عاش في القرن الثامن عشر رؤيته الفريدة لحالة الطبيعة وقد جاءت متناقضة مع رؤية هوبس بالنسبة لروسو الإنسان ليس كما صوره هوبس في حالة الطبيعة الإنسان بريء من كل تلك الصفات الهمجية إنه مسالم وطيب ومحب لكن واقع الحال يثبت غير ما قاله روسو فإذا كان الإنسان خيراً بطبعه لماذا يظهر أنانياً طماعاً وشريراً هل الشر متأصل في الطبيعة البشرية كما ذهب إلى ذلك هوبس أم هو نتيجة التطور الحضاري للخروج من هذا المأزق سيدعونا روسو إلى ضرورة البحث عن الأسباب الحقيقية التي حولت الطبيعة البشرية من الخير إلى الشر يدعونا إلى البحث عن جذور ذلك فيما أحدثه التقدم العلمي والمادي من تحولات في الطبيعة البشرية علينا أن ننظر في التقدم العلمي والصناعي لنقف على ما حدث للإنسان يرى روسو أن الإنسان يتميز بالذكاء هو مخترع رائع والسعى معرفته وبواسطتها أصبح يتحكم في الطبيعة كما اعتمد نمط حياة جماعية سقل قوته وخبراته لكن كل ما حدث لم يكن إيجابيا أدى إلى برود سمات ورغبات غريبة غير معهودة مثل البحث عن الراحة حب الظهور الرغبة في السيطرة الميل إلى الاستئتار بالسلطة المطلقة امتلك النفوذ استعباد الآخرين وهكذا يقر روسو بأن العلوم والفنون كذلك تقدمت جنبا إلى جنب التاريخ مع فساد الأخلاق إن العنف البشري وفقا لروسو لا يجب أن يربط بالطبيعة بل يجب أن يعزئ الثقافة في حالة الطبيعة لا يكون البشر خيرين أو شريرين بل يكتفون بالعيش في براءة والإنقياد للقوانين الطبيعية ولكن حينما ينشأ المجتمع وتظهر الفوائد المادية الناجمة عنه بفضل تقدم الزراعة وتقسيم العمال وشيوع ميكي الخاصة يجد الأفراد أسبابا للتنافس بين بعضهم البعض يقول روسو الإنسان ليس ملاكا أو شيطانا إنه الإثنان بشكل محتمل بالنسبة لروسو الانتقال من حالة الطبيعة إلى المجتمع المدني غير طريقة تعاملنا مع الآخرين في الماضي كنا نعيش في وفاق ولكن الآن نحن جاهزون لفعل أي شيء للانتصار على أقراننا حيث تكون الرغبة مرتبطة بالشرف الوهمي والصروة الوهمية لهذا أصبح العالم غابة متوحشة أكتفي بهذا القدر على أمل أن نلتقي في حلقة جديدة من حلقات فلاسفة رغم أنوفنا في انتظار ذلك أقول لكم انخارطوا في قناة إنيفرساليست للثقافة والفن ليستمر تواهج العطاء إلى اللقاء اشتركوا في القناة